ترجع تاني للمكونات بقى احنا طبعا عملنا سترس اكتر شوية على الزنك والنحاس طيب ما تيجي برضو نمر كده بشئ من الاجازة على كل عنصر موجود في مكونات الالت مانتيبيت ونعرف فايدته ايه يعني كل فيتامين على حدة فايدته ايه للجسم اتكلمت على فيتامين سي ان هو مهم اللي مناع فيتامين سي مهم الحاجات تانية كتير منها تعزيز امتصاص الحديد يعني ممكن بتلاقي كتير مننا عنده نقص في الحديد لما بيعمل سي بي سي او الكمبيت بلاد بيكتشر مع انه بيأكل لحوم بالوقتاني قولك لا لازم تاخد فيتامين سي لان الحديد لا يمتص امتصاصه بيبقى صعب جدا والحديد مهم لكل حاجة مهم للدم ومهم للشعر مهم للحاجات كتير فلازم تعزيز امتصاص الحديد بي البي مالتي فيت اللي فيه فيتامين سي فيتامين سي بيعززلي على انتاج الكولوجين فمدام بيعزز على انتاج الكولوجين هلاقي ان الكولوجين مهم للعظم والمفاصل مهم لنظارة وشي وصحة باتشريتي اقدر اقول كمان ان قلب مالتي فيت داخله فيتامين اي فيتامين اي او فيتامين ه ده اقوى مضاد اكسادة ربنا خلقوه فيتامين اي مهم ايه انا اسف لمواطعاتك بس عشان برضو الشيء بشيء يوسكرا اكسادة دي عشان ده مصطلح بيتسمع وبيتقال كتير عبارة عن ايه كده بختصار اكسادة ده اكسادة يعني الخلايا الجسم بتتلف بدري بدري وبتموت بدري بدري واحنا بنعمل حاجات كتيرة جدا بتساعد على اكسادة الخلايا فلازم طول الوقت ان انا اخد انتي اوكسيدنت احارب الشيخوخة بتاعت الخلايا ففايتامين اي انتي اوكسيدنت رائع مهم للبشرة عشان البشرة لو حصل لها اكسادة هيبتدي البشرة تغمأ او يطلع لها تجعيد ومهم لكل وظائف الخلايا بتاعتي وكل اجهزة جسمي ان انا امشي على مضاد اكسادة ابناء موت الخلايا بدري بدري ويمكن كمان في دراسات قالت ان فيتامين اي مهم لدعم الخصوبة للستات ويمكن دراسات كمان قالت ان الزنك مهم جدا لدعم الخصوبة عند الرجال كمان عندك كمان داخل الب مالتي فيت طبعا احنا شايفين على الشاشة كل مميزات الب مالتي فيت في كابسولة واحدة انت عندك الاقوى مضاد اكسادة داعم للمناعة في عائلة فيتامين بيه كلها من فيتامين بيه واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة والكوبالامين فيتامين بيه 12 الكوبالامين مهم جدا لدعم كرات الدم الحمراء الفايتامين بي مهم ان انا اخده انتك يومي لانه مهم اوي للاعصاب وصحة اعصابي مهم لدعم التمثيل الغذائي مهم للنشاط مهم للتركيز يمكن عندي داخل الب مالتي فيت كمان الكالسيوم المهم اوي لتكوين خلايا العظام ترجمة نانسي قنقر